وزير الكهرباء يعلن الربط الكهربائي مع إفريقيا على رأس أولويات مصر وزارة القوى العاملة تعلن قبول طلبات مائتي سائق للعمل بالسعودية بمزايا ورواتب مجزية وزير الزراعة يعلن تخصيص أكفاء الكوادر للتعامل مع شكاوى المواطنين وزارة التجارة والصناعة نجهز لحوار مصري أوروبي لدعم التعاون في الاستثمار رئيس الرقابة المالية التأمين على 23.5 مليون طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية سفير كوريا الجنوبية يعلن استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وسول تعيين الدكتور محمد عبد العزيز رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محافظة القاهرة تعلن كبر المطار آمن ولا يجبه تصدعات محافظة الجيزة يعلن غلق عشر مراكز دروس خصوصية بفيصل والهرم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينتهي من تحديث الهيكل الوظيفي لوزارة شؤون مجلس النواب عبور 185 سفينة قناة السويس بحمولة 12 طن في أربعة أيام الأموال العامة تضبط شخص جمع ثلاثة ملايين من مدخلات المصريين بالخارج إحباط تهريب 41 قطعة أثارية عبر مطار برج العرب القبض على مقاولين هاربين من 68 حكماً بإجمالي 14 مليون جنيه غرمات بالقاهرة غداً نشاط للرياح المثيرة للأتريبة على غرب البلاد والصغرى بالقاهرة 11 درجة